استعدوا لزيادات موجعة على الأقصاط المدرسية العام المقبل لا تقل عن 50% وتتجاوز في بعض المدارس 100% والتبليغات بدأت نتفاجأ بالقصة اللي هو صار من 1900 دولار لل4300 دولار وزيادة على تسجيل 150 و20 مليون ليرة إذا بتحسبهم كلهم صار صار بال4600 دولار يعني نزاد فوق المية وعشرين بالمية يعني عشرة شهر ما يكون دفعين إذا ما دفعنا ابنك صار برة بعض المدارس عادت بالأقصاط إلى مقبل الأزمة مستبقة الموازنات في كنون الثاني الأزمة لم تنتهي بعد إذا اعتبروا الأزمة انتهت يعني نتخلنا نرجع للموازن الموحدة بالليرة اللبنانية في معظم المدارس عم بيبلغوا لجين الأهل أنه هل قد القصة المدرسة السنية بالدولار وهل قد شوي باللبناني اللبناني بكرة بشهر كنون الثاني بتوافقه أو ما بتوافقه عليه ما بقله قيمة والمبلغ بالدولار اللي منعتبره صندوق دعم هو صار أمر الواقع من شان هيك بدأ إعادة نظر كل المذكرات اللي عم تصدر في المقابل تتحجج إدارات المدارس بنقابة المعلمين المصر على راتب لا يقل عن 65% مما كان عليه قبل الأزمة في تضحيات مطلوبة من الأهل ما في شي رح يتعمم على كل المدارس إنما في عقلية معينة لازم نعممها هي التجاوب نعمة طالب المعلمين الحفاظ على رسالتنا التربوية ومن ميلتين الحفاظ على الأهل ويطرح نصر معادلة لا يمكن تخطيها زيادة 100 دولار للأستاذ سترفع القصد 300 دولار وهكذا دولك قانونيا الموازنة توضع في نهاية الفصل الأول من العام الدراسي ولكن عم نستبق الأمور بناء على مطاليب الأهالي حتى نعلن ونعطي فكرة عن الرؤية المالية للعام الدراسي القادم وفي المعلومات أن لقاء سيجمع لجان الأهل الأربعاء مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية فهل ستكسر المعادلات وتدوزن الزيادات أم إنما كتب قد كتب